موسيقى طلعوا براقفل الباب طب ينفع كده؟ ما حصلش حسبت الكل قصة مامبلا بحصل انا لو عايز اقول حاجة كنت قلت كنت رحت هالعادل باع لطول وبعدين هيا طلبت انها تديني فلوس كتير وانا مردبش ما يمكن مثلا يا روح امك قلت برضو اجي وانت ام الريم ام دي تستاهل الحرب ما هو اللي يقعد اليد اللي اتمدتلو يستاهل الحرب او الله العظيم طب انا اصق فيك ازاي بعد اللي انت عملته من نبي لازم تصق فيها ست الكل عشان صوفها اللي قدامك دبير اسرار لا 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 بجد انا غلطانة انا ما صدقتك لازم تصدقينها ست الكل انت عارفة انه اللي قدامك ده اللي يخش جواي لقي العاجب طب اقول لك على حاجة عشان اثبتلي الكلام ده قول ابن رتال مالو اللي مات انا عارف مين اللي قدل ولا ما تقوليش جابرية لا يا ست الكل مش جابرية بس المعلومة دي تمانا اتغالي شوية قولي او طب خلاص يا ست الكل هاقولك ونتكلم في موضوع الفلوس ده بعدين اليوم اللي بادري قالي نعيمة تخش تخطف العائل الصغير مت ساعتها خرجت وكت عايزة تجري برا البلب بأي طريقة ولا سألت عن فلوس ولا عن ورس انا بقى اتأكت ان هي ورا الموضوع ده كله ايه ديك عالفلوس بقى ايه اللي حصل يا مرات عمي وليلي انا مش عبيت عشان اسدق انه فاتحي حصل له كده عشان كان عاوز يضرب شمس ما هو ياما عامل حاجات اكبر من كده ولو كنت عاوز اتموتيه كان زمانك موتيه لما تجوز مفيدة مرات عمي انا عاوز اعرف الحقيقة خلي بالك من مروان يا زينب خلي بالك من ايامك الجاية ويعملي خير يا حبيبتي في الدنيا كانت ما تقدري عشان ربنا يرضى عليكي ويسعد ايامك وايام عيالك اقول لك ايام روح يضلوك يا زينب وهمليني روحي استني يا مرات عمي انت لازم تقوليلي الحقيقة انا عاوز اعرف هارف يا بتي واحنا صغار علمونا ايه؟ علمونا ان البيت اهم مننا عشان احنا هنموت وحنروح وحنفوتوا لبيوت والحيطان هي اللي هتعيش وحيبقى فيها رحكنا وحيورسوها عيالنا والبيت اللي صغير يكبر يبقى سراية والسراية تبقى فددين ودنيا علمونا حبيبتي ان الست ستر وغطى على جوزها يعني ايه الكلام دا امرات عمي؟ يعني وعدك رهيه وحبيه وبعد تقولي شطاني غلبني وخلي بالك النفس يا بتي امارة بالسوق اقولك على حاجة كمان ملكيش صالح بي انا امك ولا بدونيتنا ولا باللي عملناه ابني حياتك وعيشي ايامك وتعلمي من غلط الناس اللي حواليكي عشان تعمليهوش وربنا يجدرك تعملي الصح فاهم يا بتي استني يا امرات عمي انت لازم تقوليه الحقيقة ولو ما تكلمتيش انا حروح للشمس وعرف من عندها كل اللي حصل فيه امرات عمي هو انتم ما بتحسوش انا اتعبت عمان ابلامي في العيلة يمين وشمال وقفت قدام الناس كلها قدام امي وشهد وارتال حرف يا جابريا انا بحاول اغير في مروان بساعت ما اتجوزت وبقوله يا مروان انت كبير انسى اللي فات ولم شامل العيلة وبحاول انا انسى ان انت يا ثالث يا ابويا حرف يا جابريا هاتيلي اي حد في الدنيا دي واقولي له انا قتلت ابوك وشوفي هو حايبة ردت فيها الاعمل الساي ايوه انا ما بنامش النوم كل ما بتيجي صورة قدامي ان انت ايديك كلها بدام ابويا النار النار بتكوين يا جابريا بس برضو بكتم وبقول معلاش وباجي على قلبي بقول اللي فات فات وكفايا اللي حصل خلينا اللي مشامل عيلة عشان نعيش هو انتوا ما متحسوش هو احنا مش ولادكم ما تسيبونا نعيش خلاص خلاص كفايا طار وكفايا دم سيبونا نعيش يا جابريا ايه دي يا دناي ايه دي؟ ايه دي؟ انا مش دناكي ولو انت كنتي حسبانة زي ولادك ما كنتش عملتي كده اهدوا انتوا وانسوا اللي فات وانسوا الطار وانسوا البيت الكبير افتكروا حاجة واحدة بس انه البيت الكبير ده كل القلوب اللي فيه لازم تصفى موسيقى مش عايزة تفطري يا نعيمة؟ مش عايزة حاجة انا عايزة امشي من هنا ماذا؟ ما تخافيش على ابنك مع مروان وحسن يا نعيمة؟ ابنك معهم هيبقى احسن على الاقل دول اخواته مش معجوز امه لا يا ريتال واذا كان بقى هو وبعتك عشان تقوليلي الكلمتين دول اقوليله مش هيكلوا معايا انا عايزة ابني اتربى في حدن في ايه يا نعيمة؟ ما تتعلمي من اللي حصل لنا؟ لا مش هتعلم من اللي حصل لكم وفاهمين ان انا لازم امشي من ايه؟ وان اللي عمله ده هيتحاسب عليه طب نتكلم بالعقل بقى شوية؟ عقل ايه؟ وانتو خليتوا فيها عقل بقولك انا عايزة ابني وخلاص ايه دي يا نعيمة؟ انا حاسة باللي انت فيه انا عارفة ان الدنا ريلي وعارفة ان ما فيش حاجة في الدنيا هتعوض الدنا تانية يا نعيمة وعارفة ان ما فيش واحدة في الدنيا برضو يا نعيمة هتسيب ابنها لأي حد مهما حصل اسألين انا انا هتكلم مع حاسة يا نعيمة انا حاسب اللي جواكي بس حاسب مش حاسس بيه حاسب بيحسب ان انت هتقدى كومش هتورهوله تاني احنا عايزين نجد واحدة واحدة وتفاهيميه ان انت مش قصد خالص ان انت هتقدى منك كومش هتورهوله تاني اللي بتقوليه ده انا مش هعمله يا ريتير مش هعمله انا ابني لازم يكبر ويتربى في حدني واذا كان على الفلوس فاهيمين ان انا اللي عايزة منه لا بيض ولا سود ايه بس الحكاية مش حكاية فلوس خالص يا نعيمة امه الحكاية ايه تاني بقولك ايه انا مش قادرة خلاصة على الراغي ووجع الدماغ ده انا مقدرة اللي انت في ده يا نعيمة انت عارفة انا كل ما افتكر ان انا شلت ابني على ايدي وهو قطع النفس قلبي بتقطع مني او الله يا نعيمة بحس اني روحي راحت او الله يا نعيمة